اشتركوا في القناة مدري على ما الناس تجفيني يا ما فزعنا ولا نحسب عواقبها يا ما عطينا عطية تقضي الديني عقبنته مننا شفنا مناكبها ويا ما قضينا من صالح ناس غاليني عقبنته مننا شفنا مناكبها واليوم ما عاد بشيني خليني يا جامل الناس وحقق مطالبها خلوني بحالي اللي صار يكفيني يا بهجر الناس طيبها وخيبها لحظة صمت لا احب الصمت كثيرا الا اذا صار ما فيه عيون التابع هنا هناك سأصمت اما هنا سأتكلم بكل ما يطر على بالي هجاء هجاء لا تحشي بنا ما تجهلنا هجل الصيدة فيها عيد هذي تشتقوا ولا انا بعدين ولا لا ولا بيجوا النسخة ثانية ونروح للماضي طبعا سوف يأتيكم علمي ان شاء الله بعد البرنامج هناك خطط اسنابية قوية جدا 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 لا افصح عنها انا هدفي اني وصلت الحمد لله للجمهور قناة الواقع ومحبين ودعمين فارس ولكن بعد البرنامج هناك من سيختفي وهناك من سيرتفع وان شاء الله نحن من اللي فوق يا نسخة البزنس ثلاثة تراكم كافو هل تعتقدون انها من افضل النسخ انا شوف والله يعني انا ما تابعت صراحة البرامج اللي قبل عشان ما اظلم حظي ولا اظلم اخوياي لكن انا اقول ان ما شاء الله نسختنا متميزة ممكن في بداياتنا ما فهمنا البرنامج كاعلام لان يمكن سبعين بالمئة منهم وانا من ضمنهم ما تابعنا البرامج السابقة لكن كان فيه خمسة وعشرين وعشرين بالمئة تابعوا امثال سلطان ما شاء الله انس كانوا متابعين وملمين اما انا لا والله جيتكم على حلي درعمت صدمت صفقت الجدران لانا ضبطت الامور وهانا باقي لا امل ولا اكل من البث ابو عبويت اهل ابو عبويت لا اول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا